على موضوع النزيف أثناء الحمل وصلنا للمرحلة اللي هي النزيف الشور الأخيرة من الحمل وتكلمنا على الانفصال المشيمة والمشيمة المتقدمة كنا عايزين نقول مين هم المرضى الأكثر عرضاً يجي لهم انفصال في المشيمة يعني دولات اللي هم طبعاً دي بتحصل نسبة مثلاً واحد في تلتمية ودي تعتبر نسبة كتيرة لأن دي لو حصلت القصة كلها أن النزيف يبقى شديد وممكن تؤدي إلى وفاة الجنين وممكن تؤدي إلى الولادة المبكرة فبالتالي لازم الطبيب والمريضة النفسها تبقى أو السيدة الحامل تبقى واخدها قبلها من الموضوع دوت وأنها أول ما بيحصل عندها النزيف لازم تروح للطبيب على طول أكثر حاجة بتحصل للسيدات اللي هم طبعاً اللي هم ولدوا مرات متكررة قبل كده بتحصل أكثر للناس اللي عندهم ارتفاع في الضغط أثناء الحمل لقينا أن تقريباً نصف السيدات اللي بيحصل عندهم منفصال جزئي في المشيمة اللي هو بيؤدي إلى ممكن يؤدي إلى وجود نزيف وراء المشيمة يؤدي إلى وفاة الجنين دولت بيكون عندهم ارتفاع في الضغط أثناء الحمل فبالتالي من ضمن الحاجات اللي احنا لازم نخد بالنا منها من الناس اللي عندهم ارتفاع في الضغط في أثناء الحمل من أول الحمل إن لو جالهم وردنج ساينز زي نزيف أو جالهم ألم شديد في الحمل إن ممكن النزيف يكون حصل وراء المشيمة وما يكونش لسه ظهر نزيف داخل من المهبل فبالتالي هي كل اللي بتعاني منه ألم شديدة والألم الشديدة اللي بنقول عليها هيبرتونسويتر ستلاقي ألم شديدة والبطن محجرة بطريقة مستمر يعني النزيف حصل وراء المشيمة فبالتالي بيؤدي إلى زيادة في الانقباضات بتاعة الراحم والمريدة بتبريزنت بألم شديدة في أسفل البطن لازم الطبيب ياخد بالهم من الموضوع دا ولازم هي أول ما بيجي لها الألم دي تبريزنت للطبيب على الطول أكتر الناس اللي هم بيطبعا المدخنات أكتر شوية بالنسبة للناس اللي حامل في أكتر من جنين زي توا وحاجة برضه بيكون عندهم العرضة أكتر إن يحصل الموضوع دا في الآخر خالص لقينا إن كتير جدا حتى لما بنا عملهم كونزيرفة المانجرة وكان النزيف أولي شوية مش شديد لكن لو أقلنا إن أغلبية السيدات دولاد بيحصل عندهم ولادة مبكرة وموضوع دا حصل 60% من الناس لو كان مصاحب النزيف اللي بينزل من المهبل دا ألام في البطن بنلاقي إن 60% من دولاد بيولدوا ولادة مبكرة طيب يعني إيه ولادة مبكرة برضه لازم نتكلم عليها وإيه أسبابها وإيه أعراضها وليه الطبيب بيكون خايف من ولادة مبكرة بنقول دايما إن أكتر حاجة الولادة مبكرة دي تحصل في 7% من السيدات بنقول وولادة مبكرة ما بتكون في أقل من 37 أسبوع لكن طبعا لو سيدة ولدت عند 36 أسبوع دا ما تعتبرش ولادة مبكرة قوي يعني تبقى داخلت التاسع لسه فما بقاش ألقنين عليها غير واحدة تانية بتولد مثلا 28 أسبوع أو 29 أسبوع دا ساعتها السيكولز أو الأعراض الجنبية اللي تحصل للجنين أكتر بكتير جدا من اللي هي بتحصل في ولادة مبكرة عشان كده الإيم بتاعنا دايما إن إحنا نوصل الجنين لأقصى فترة ممكنة داخل الرحم اللي هي قبل لحد ما يوصل ل37 أسبوع لو في أي خطورة على الجنين بعد 36 أسبوع مثلا لو إحنا بنعمل مريضة عندها ماشيمة متقدمة ووصلت لحد 37 أسبوع وإحنا نستطيعش أكتر من كده إن إحنا عارفين إن إحنا نستطيعنا أكتر من كده ممكن يحصل نزيف أثناء الولادة أو نزيف أثناء الحمل فبالتالي بنولدها على طول أول ما توصل للترم اللي هو 37 أسبوع لكن إحنا مين وعي لو هي قليلة جدا لو بس نجالها النزيف اللي موجود دا وهي مثلا عند 30 أسبوع أو حاج والماشيمة المتقدمة لازم المريضة دي بتبدأ أعادة في مستشفى أو أعادة في مكان في بيتها بس يكون في فاصلة سنة نقل المستشفى أول ما بحصل لها نزيف وبيكون الطبيب عارف وبيكون محضر لها فصيلة الدم بتاعتها تكون محجوزة بحيث إن لو حصل إنها جالها نزيف بتروح على طول على المستشفى ونقدر إن إحنا نتعامل عن طريق إن إحنا بندي لها دم لو هيحتاجت أو الحاجات دي كلها طيب إيه الوسائل اللي إحنا بنعملها علشان خاطر نحاول إحنا نقلل من حدوث الولادة المبكرة لأن القصة أولاً في أدوية معينة بتتاخد لما بيجي طلق مبكر الأدوية دي بندها لبعض السيدات طبعاً موضوع النزيف اللي أثناء الحامل ده هل ندي فيه توكولوسيز ولا لأ الموضوع ده ودبت بالشوية يعني مش ما هوش سريت فورود أو يعني لو المشيما متقدمة لكن هو فيه درجات من أنواع المشيما المتقدمة فيه درجة اللي هي بتبقى مغطية العنق الرحم بالآخر وديت أقصى درجة ودي اللي بنقول عليها النزيف بيبقى فيها جديد وديت بتحتاج أن احنا ناخد بالنا قوي لو احنا ندي توكولوسيز أو حاجة لكن بنحاول أن احنا نخلي المريضة دي ما تخشش في ولادة قد ما ممكن لحد ما نصد إلى المرحلة اللي احنا عايزين